هنا بقى الاخي فقرة دي مع كابتر احمد الناجي الشاعر الكبير وليس كابتر احمد ناجي مدرب حراس المرمى الكبير كابتر احمد ناجي الاول قل لي الديوان ده اسموه ده المفرمة ده رقم كاما يا كابتر احمد ده الديوان الرابع بعد حارس عيوني كمصر واللي فاضل مني وكيفك يا وقت مبسوط والمفرمة انا مش هتكلم كتير انا عايز اسمع كابتر احمد سمعلي شوية حاجات لطيفة في الفاصل كده يعني ايه المفرمة انا هسمعك حاجتين كده عشان وقتك واحد بيطلب من صاحبه يعني يحول له شوية دقاي لغة العصر يعني فبيقول له سمحني يا صاحبي ما قدرش احولك انا دقاي انا مفلس ومتعكن ومتدقاي لكن ممكن احولك شوية هام حقيقي عندي منه كتير كمان ممكن احولك زهق من الغالي ملوش تفسير وخد عندك مشاكل بالهابل في البيت قلق طازة وقلت نوم مع تشتيت ولو تطلب دموع موجود ادلك عن طريق مزدود وحولك شوية ضغط على سكر وامراض تانية دي بتكتر وممكن برضو حولك ديون لسه ما سدتهاش واوهام خدها مني بلاش وحولك شوية عمر من عمري ما يلزمنيش اكيد بعد اللي قلتولك ما نيش حابب يا صاحبي اعيش يا سلام يا كابتن احمد يا سلام يا كابتن احمد عظمة عظمة التانية عشان هستقلك سؤال بعدها على طول عشان فيه سؤال شيء اللي انا دلوقتي واحد بيقول له صاحبي طبعا أنت عارف مشاكل بقى الصحاب والا يعني الخنقة بتاعت الصحاب أم بيقول طول حياتي مبفهمكش طول حياتك وانت غامض زي طبيخ بايت وحامض وانا مستحمد وصامد بس مفروض ما عرفاكش في الندالة ملكش زي واتخرع وخفيف وني وفي عروقك دم بارد عمره ما كان دم حي يبقى مفروض ما عرفكش أصلا حتى ما بفهمكش لو زهقت من عميلك مش هعيش العمر شايلك يلا قبل اللي جايلك دنيا صعبة ما ترحمكش طول حياتي ما بفهمكش طول حياتك كنت غامض زي طبيخ بايت وحامض وأنا مستحمل وصامد بس مفروض ما عرفكش الله يا كابتنا الله يا كابتنا في كم واحد عده قدام عناية كده صحابك اللي شبه ده من ون صغير عده كم واحد كده بسرعة السؤال بقى عادة الدوين بتاعتحرك فيها كثير من التفاؤل والحب والمجرد فيه ليه بقى في دي في مفرمة يعني أنا عايز أسألك سؤال بقى سؤال الاعتراضي هو احنا عياتنا كلها لطيفة وحلوة ما بنعنيش اليومين بول طبع ومع ذلك كتبت ولو غبتي تغيب الشمس وأحس البرد ويتأخر ربيع الكون يموت الورد ولو غبتي ما يطلعش الأمر تاني وأعيش عمري وأنا بعاني يضيع مني الحنان والود ولو غبتي أحس الغربة واخداني بعيد عنك كإني هجرت أوطاني ولو غبتي حتوه وحمل ما يفرقش معايا الكل وأحلامي اللي أنا رسمها لو غبتي كل شيء يتهد ويبقى نفسي ويبقى نفسي إني أموت ويبقى صوتي من غير صوت حياتي تفقد معانيها وحكرة كل ما فيها وما تمناشي عشرة عمر يكون بنا فراء أو بعد وعيش وياك أنا عمري متدفي وما حسش برد ده لو غبتي تغيب الشمس يموت الورد يا سلام كابتن أحمد ناجي بيقول لكم النهاردة كل سنة وإنتوا طيبين بمنازمة عيد الحب بهذه الكلمات العظيمة يعني المسألة مش مسألة أنت الحالات اللي أنت بتعيشها صح حتى وإنت في عز يعني إحنا مثلا حاسين بخنقة دلوقت ما العالم كله حاسس بخنقة صح هو إحنا بس صح ومنعرف نمبشت ومنذعل ومنتعلم الكسات الاقتصادي في العالم كله صح كورونا وحرب أوكرانية روسية صح لكن إحنا شعب صامت أيوة ولازم حنصمد ولازم حنبقى كويسين وحنحارب وكله أهم حاجة عارف إيه صح إن كل واحد فينا يشتغل 8 ساعات في اليوم صح لو اشتغلنا 8 ساعات كل واحد في اليوم مش هيبه عندنا مشكلة